هذا وزر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول أول ركن عبد الرحمن ابنيان مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية التقى خلالها المصابين وأوسرهم وأهنأهم بعيد الفطر المبارك مقلداً المصابين نوط الشرف ونوط المعركة وذلك ضمن برنامج يهدف إلى رعاية المصابين من منسوبية القوات المسلحة من جهة أوضحت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة أن برنامج رعاية المصابين بالقوات المسلحة يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز